موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين هذه حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة نبدأها من وكالة أنباء الأناضول التي نشرت مقالا لأنصار بالجي بعنوان تركيا الملاذ الآمن للمطهدين عبر العصور حيث يشير الكاتب لأن الدولة العثمانية كانت عبر مختلف العصور والحقب التاريخية ملاذا آمنا لشعوب التي أجبرت على ترك أوطانها بسبب تعرضها للقمع والاطهد ففي عام 1492 استقبلت الدولة العثمانية اليهود الهاربين من الفضائع التي شهدتها إسبانيا أنذاك وأصدر السلطان بيزيد الثاني بن محمد الفاتح فرمانا أبرز ما جاء فيه على الجميع استقبال اللاجئين بكل رحابة صدر وعلى كل شخص يصدر عنه سلوك مخالف لهذا الأمر أن يعلم بأن عقابه سيكون الموت كما رفض السلطان عبد المجيد الأول تسليم اللاجئين المجر والبولنديين إلى روسيا والنمسا والذي قال إن تسليم تاجي وملكي لأهوا وعلي من أن أسلم شخصا واحدا نحتام ببلدي ومن تلك الأمثلة أيضا رفض السلطان بيزيد يلدرم تسليم كل من حاكم بغداد السلطان أحمد بن أويس أجلايري وأمير دولة القرى قوينلو قرى يوسف وعائلاتهم للقائد التتاري تيمور لانك وفضل السلطان العثماني الدخول بحرب مع تيمور لانك عرفت باسم معركة أنقرة عام 1402 ميلادية والوقوع في الأسر على أن يسلم من لجاء إلى دولته وكذلك كانت تركيا في عهد الجمهورية على خطة دولة العثمانية ففي عام 1933 استقبلت اليهود الهاربين من ظلم النازية وكذلك استقبلت اللاجئين الإيرانيين الذين أجبروا على ترك بلادهم عقب ثورة الخميني عام 1979 كما فتحت تركيا أبوابها أيضا في وجه اللاجئين من الأكراد الذين جاءوا من العراق حيث استقبلت نحو 50 ألف كردي عراقي عام 1988 إثرى مجزرة حلبجة وكذلك فتحت تركيا أبوابها ماما سوريين الذين هربوا من هول المجازر التي وقعت في بلادهم ممارسة سياسة الباب المفتوح حيث وصل عدد اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا إلى 2 مليون لاجئ سعى تركيا لتلبية احتياجاتهم وتوفير الأمن لهم في خضم ما تشهده المنطقة من أزمات وحرب وعلى رغم من النظر إلى قضية اللاجئين السوريين في السنوات الأولى من الحرب في سوريا على أنها قضية مؤقتة وقصيرة الأمد إلا أن الأيام أثبتت عكس ذلك حيث تبين أنها ستصبح قضية دائمة لذا قررت تركيا اتخاذ خطوات جديدة تجاه السوريين الذين لن يستطيعوا العودة إلى بلادهم بسبب الحرب المستمرة وبسبب السياسات الدولية التي يتم تطبيقها على المنطقة جريدة حبر نشرت مقالا لإسماعيل لمطير بعنوان تجارة اللجوء حيث يرى الكاتب بأنه من المؤسف حقا رؤية الحال التي وصل إليها الشعب السوري بعد كل ما جرى له من القتل والجوع والمرض والفقر ثم النزوح إلى دول الجوار مما زاد الطين بالله في الواقع هو تحول اللاجئين في دول الجوار إلى مجرد وسيلة لتسول باسمهم والمتاجر بلقمتهم المؤتمر الدولي الثالث للمانحين الذي أقيم مؤخرا أسفر عن تقديم مبلغ قدره ثلاثة فاصل ثمانية مليار دولار من المفروض أن تصرف لتخفيف الأزمة الإنسانية في سوريا ويتساءل الكاتب كيف سيتم إفاق ذلك المبلغ في الوضع الرهن سيوزع المبلغ المذكور بغالبيته على دول الجوار التي تستضيف اللاجئين وربما يتم تسليم جزء منه لمنظمات رسمية سورية كالهلال الأحمر وبالتالي سيستفيد النظام من تلك المساعدات بحجة توزيعها على المشردين الذين شردهم الإرهاب على حد زعمه الأمر ذاته سيحدث في دول الجوار الشقيقة حيث من المتوقع أن تنفق المبالغ الممنوحة أو أن تنفق المبالغ الممنوحة على أمور لا تمس اللاجئين السوريين من قريب أو بعيد بحجة تعويض الخسائر الاقتصادية التي نتجت عن استضافة اللاجئين لقد تحول اللاجئون السوريون في دول الجوار إلى تجاجة طبيض ذهبا ومصدر رزق للدول المضيفة التي إنجادت بشيء من الفوتات فذلك لكي يستمر اللاجئون على قيد القيادة واستمر التسول باسمهم صار استقبال اللاجئين تجارة رابحة هذه الأيام بعد أن كان يعد من الأعباء التي تثقل كاهل الدول المضيفة لا ندري ماذا ستبدي لنا الأيام في المستقبل ضع شعب بأكمله والقادم أدهى وأمر صحيفة أكشم نشرت تحت عنوان منحو سمة الدخول أشينغين للاجئين حيث تشير الصحيفة على أنه بعد عدم التفاهم على كيفية تسديد ديونها الاقتصادية للاتحاد الأوروبي وقع المحظور في تحقيق أثنى لتهديدها بفتح حدودها الأوروبية بوجه اللاجئين الموجودين فيها وقامت حكومة جيبراس في أتنا بتنفيذ وعيدها هذا من خلال نصها لمشروع قانون يجيز للاجئين السوريين الموجودين في أراضيها الحصول على فيزة شينغين التي تمنح حق السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي حول الموضوع ذكر الناطق باسم الحكومة اليونانية قبل يومين أنهم سيمنحون كافة السوريين المتواجدين في اليونان فيزة الشينغين ليتمكنوا بها من التجول داخل الأراضي الأوروبية دون قيد أو شرط بعد حصولهم على تقرير صحي يبين خلوهم من الأمراض المعضية أجدير بذكر أن وزير دفاع اليوناني بانوس كامينوس كان قد هدد في وقت سابق بفتح أبواب الاتحاد الأوروبي أمام لاجئين المتواجدين في اليونان ما لم يتم التوصل إلى حلول تساعد اليونان على تخطي أزمتها المالية الخانقة نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية مقالاً للناشط في حقوق الإنسان السوري من أصل فلسطيني جمال بعنوان داخل مخيم اليرموك الدولة الإسلامية تفاقم البؤس الفلسطيني حيث تحدث فيه الكاتب عن المعاناة التي يعيشها من تبقى من لاجئين فلسطينيين في مخيم اليرموك قرب العاصمة السورية دمشق وأشارت الصحيفة إلى أنها لم تنشر اسم الكاتب بشكل كامل خشية على أمنه وحيته حيث إنه فر من مخيم اليرموك بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليه وأشار الكاتب أن تنظيم الدولة شن لأسابيع حرب شوارع في مخيم اليرموك بدعم من جبهة النصرة وأن قوات النظام السوري شنت هجمات جوية استهدفت المناطق المدنية وأن القناصة استهدفوا كل شيء يتحرك في المخيم مضيفاً أن قوات النظام السوري أسقطت حوالي خمسين برميلة متفجراً على المنازل في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الشهر الجاري وأن برميلين منها استهدفوا مستشفى فلسطينياً ولفت الكاتب إلى أن الأنباء التي تحدثت عن مغادرة مقاتلي تنظيم الدولة مخيم اليرموك تعد غير دقيقة وأن تنظيم الدولة أعاد انتشار وتوزيع قواته في المخيم وأن قوات جبهة النصرة لا تزال هناك وأن وضع سكان المخيم وضع مؤلم ونوها إلى أن النظام السوري أعلن مخيم اليرموك منطقة حرب وأنه يقصف منازل الفلسطينيين بشكل ممنهج ويمنع شحنات المساعدات الطبية والغذائية من الوصول إليه في ظل انقطاع الماء عن المخيم منذ أيلول الماضي ودعا الكاتب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والقيام بنقل باقي الفلسطينيين من مخيم اليرموك إلى مكان أكثر أمنى ونشرت صحيفة الأوبزيرفر تقريرا بعنوان ألم سوريا في لوحات فنية حول الفنانة السورية سارة شمال التي تعتزم تنظيم معرضا فنيا في لندن تأمل أن يبصر رواده بالواقع الأليم في سوريا وتقيم شمى معرضها الشهر المقبل تحت عنوان صور من الحرب الأهلية العالمية وذلك في إشارة إلى أن الصراع الذي يمزق وطنها له تداعيات لا تقتصر على منطقة الشرق الأوسط بل تصل إلى أوروبا وفقا لما جاء في التقرير وقالت شمى للأوبزيرفر إنها لا تسعى في لوحاتها إلى انتقاد مجموعة بعينها لأنها لا تحب الوضع الحالي برمته إذ أضحت هناك دولة أخرى الآن وبحسب الصحيفة فقد تركت الفنانة سوريا منزلها في دمشق عام 2012 بعد انفجار سيارة مفخخة قرب المنزل وفي صحيفة الشرق الأوسط نقرأ أيضا مقالة لطارق الحميد بعنوان إيران سوريا هي الأحق أشار فيه إلى أن النظام الإيراني قد قدم للأمم المتحدة خطة من أربع نقاط بشأن اليمن تستهدف وقفا فوريا لإطلاق النار وإنهاء للهجمات العسكرية الأجنبية وتقديم المساعدات الإنسانية واستئناف حوار وطني واسع مع تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة ورأى أن الأحق بهذه الخطة الإيرانية هي السوريا وليس اليمن ولفت الحميد إلى أن الأمر مختلف عن اليمن في سوريا التي قام النظام فيها بقتل قرابة الربع مليون سوري وبعد ثورة سلمية لم يرفع فيها السوريون السلاح إلى بعد أن بطش بهم نظام الأسد الإجرامي وبدعم من إيران التي هبت لنجدة مجرم قاتل منوها إلى أن إيران تتدخل في سوريا إنقاذا لنظام طائفي إجرامي وليس له حدود مع إيران وإنما نجد أن السعودية تتدخل في اليمن إنقاذا لشرعية وبدعوة من هذه الذي انقلب عليه الحوثيون وصالح بقوة السلاح وباتوا يستبيحون المدن اليمنية الواحدة تلو الأخرى وشدد الحميد على أن الأحق والألزم هو أن تقدم المبادرة الإيرانية لسوريا وليس اليمن وذلك حقنا للدماء مع ضمان رحيل المجرم بشار الأسد مثلما أخرجت السعودية من قبل صالح الذي ثار ضد اليمنيون الذي ثار ضده اليمنيون مبينا أن الرئيس اليمنية الشرعي هادي والذي تدعي إيران والشبيه حسن نصر الله أن لا مستقبل له بحكم اليمن لم يقم بقتل شعبه ولم يستدعي قوة طائفية ولا ميليشيات إرهابية لليمن كما يفعل المجرم بشار الأسد وصحيفة الرأي الكويتية نشرت تقريرا لحسين عبد الحسين تحت عنوان خلاف مصري تركي يعرقل عملية عسكرية برية في سوريا حيث نقلت الصحيفة عن من قالت إنها مصادر أمريكية واسعة للطلاع أن خلافا مصريا تركيا يعرقل إنشاء قوة أرضية عربية تركية ومشتركات شاركوا في عملية العزم المتأصل التي تقودها الولايات المتحدة جوا وتستهدف تنظيمي داعش وجبهة النصر في سوريا وتكرت المصادر للرأي أن هذا الخلاف ما زال هو نفسه منذ اليوم الأول للحرب الدولية ضد داعش إذ تشترط أنقرة لفتح أراضيها لأي عملية برية لاكتساح الأراضي التي يسيطر عليها ثوار شمال وشمال شرق سوريا أن تتوسع العملية لتشمل مناطق تسيطر عليها قوات بشار الأسد والميليشيات المقاتلة في صفه فيما تصير مصر أن يقتصر الاجتياح البري العربي التركي على المناطق الخارج عن سيطرة الأسد وقالت الصحيفة إن واشنطن التي تبيد إلى الخيار المصري ترى أنه يمكن للمعارضة السورية الدخول إلى المناطق المحررة وإقامة حكومة هناك وإنشاء قوة أمنية ويمكن بعد ذلك إجراء مفاوضات مع نظام الأسد لرحيله ودمج الحكومتين أما في حال انهيار الأسد فيمكن كذلك للحكومة المعارضة أن تتمدد لتغطي بقية سوريا وتتابع المصادر الأمريكية أن الرياض بذلت جهدا كبيرا لرأب الصدع بين المعارضة السورية والقاهرة وهو ما أدى إلى خروج تنظيم الإخوان المسلمين السوري من صفوف المعارضة المعتدلة إلا أن الرياض لم تنجح حتى الآن على الرغم من مساعيها حسب المسؤولين الأمريكيين أنفسهم في لم الشمل التركي العربي إذ يستمر الانقسام بين القاهرة وبعض العواصم العربية من ناحية وأنقرة وعواصم عربية أخرى تدعم الإخوان وتميزهم عن التنظيمات الإسلامية المتطرفة من ناحية أخرى ويختم المسؤولون الأمريكيون بأن بأن تولي قوى عسكرية عربية تركية اشتياح المناطق السورية الخارج عن سيطرة الأسد وإقامة حكومة سوريا معارضة فيها هو ترتيب تؤيده واشنطن وتفضله على استلام مجموعات معارضة حديثة التدريب لحكم هذه المناطق إذا ما نجحت في دحر المجموعات المتطرفة لكن المسؤولين الأمريكيين يستبعدون حصول السيناريو العربي التركي في المدى المنظور على الأقل حتى يتم ردم الهوى بين تركيا ومصر حول موضوع الإخوان وتاليا حول الموقف من نظام الأسد صحيفة العرب القطرية نشرت مقالا لأحمد حسن الشرقاوي تحت عنوان اتفاق دايتون السوري وإعادة ترتيب البيت العربي حيث تساءلت الصحيفة هل يتم تجهيز المسرح في سوريا لاتفاق سلام على غرار اتفاق دايتون للسلام في البوسنا بحيث يشمل هذا الاتفاق جميع مكونات الشعب السوري بما فيها الطائفة العلوية الحاكمة ويتم تقديم بشار الأسد ورموز نظامه إلى محكمة جرائم الحرب الدولية كمجرمي حرب ووضحت الصحيفة أن المتابعة الدقيقة لعملية صنع الترتيبات الإقليبية والدولية في مطابخ السياسة في الغرب تشير إلى وجود مؤشرات لهذا الاتجاه يتم تمهيد له من خلال اتفاق خليجي تركي يسعى للعمل على إسقاط نظام بشار الأسد من خلال تدخل عسكري وتقديم بشار وعصابته لمحكمة جرائم الحرب بعد أن اقتنع غالبية السوريين في الحكم والمعارضة باستحادة استمرار الوضع الراهن لفترة أطول وكذلك امتداد الحرب الأهلية السورية لتؤثر على مجمل ميزان علاقات الاستراتيجية داخل الإقليم الشرق أوسطي بهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم نشكركم دائما على حصن المتابعة ونترككم برعاية الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة